يقول له ادنه مني قرب مني يقربوا منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبمنتهى الحنانة يبدأ يتكلم معاه بالمنطق والعقل والولد أصلا في حالة زهول وهذا الشاب أصلا أصلا كونه تجرأ أنه يدخل ويقول للنبي حاجة زي كده أنه حاسس بالأمان هننزل بقى دلوقتي كده بالطيارة نعمل هبوط محبة مش هبوط اضطراري هننزل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهنشوف بعض من المواقف والمشاهد اللي حصلت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع مجموعة من الشباب النبي تعامله مع الشباب وإحنا ختمنا الحلقة اللي فاتت بشوقه إلينا وإنه خلانا أخواته وإنه صلى الله عليه وسلم آل حديث يطمئن قلوب أصحاب الذنوب والمعاصي لما يقول وجبت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي والحديث ده ما فيهوش على فكرة طمأنينة زائفة اللي هو خلاص شفاعتي لأهل الكبائر فعمل اللي انت عايزه هو كده يشفع فيك لأ ما احنا عندنا شروط عندنا تعرف ومحبة وانت هتروح أصلا يوم القيامة قبله إزاي وانت عايش طول العمر في كبائر ما تعرفش عنه حاجة إحنا سؤال الملكين في القبر ممكن يكون سؤال صعب جدا وممكن يكون سؤال سهل جدا فتخيل الإنسان لما بيدفن في القبر ويطلع الملكين يسألوه يقولوله من ربك فالحديث بيقول ان في ناس هتقول ربي الله انا عارف ربنا سبحانه تعالى انا اخر عهدي بالدنيا كنت بصليله وبدعيله وعارف حقه وبعمل اوامره وبجتنب نوهي يقولون من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم انا كنت بصلي عليه كتير وعرفت سيرته وشمائله وكنت متعلق بيه وكنت بحبه انا فاكر لسه في علاقة فبالتالي اول ما ادخل القبر انا فاكر ما دينك يقول دينيا الاسلام انا عارف دينيا الاسلام لكن في واحد تاني يسأله من ربك فيقول ها ها الحديث بيقول كده ها ها لا ادري لا تدري ربك يا عم انت عندما يقول ناس بيصلي عليك في مسجد دلوقتي من نبيك يقول ها ها لا ادري طبيعي لانه ما فيش علاقة مش عارفين بعض مش قريبين من بعض في الدنيا فبالتالي لما يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي بيطمنك بيطمن أي واحد انخرط ووقع في كبائر ومعاصي وذنوب وزلات ان انا في ظهرك ومعاك فخليك بقى انت معايا يعني خليك معايا في الدنيا علشان نعرف نحل المشكلة الكبيرة دي ونعمل الموضوع ده فهننزل المدينة المنورة ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال مع الشباب اللي عندهم أفكار يعني سوري يعني نصحة في التعبير طيشة أفكار فيها شيء من الجموح زي ما بيقولوا نقولنا بتعرفها باللغة العربية واحد يعني انت دلوقتي قاعد في المسجد النبوي بس تخيل كده معايا يعني تخيل شكل المسجد قاعد في المسجد وقاعد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقاعد الصحابة الكبار الكرام ودخل الشاب ده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه طلب يعني يعني تخيل كده لو أنت الطلب اللي أنت هتطلبه دلوقتي ده هتطلبه من شيخ هتطلبه من أبوك هتطلبه من شخص يعني هيبة كده في المجتمع أو شخص عايد يشوف هتقوله الكلام ده إزاي دخل يقوله يا رسول الله ائذن لي في الزنا اديني إذن إن أنا أذني ايه ايه اللي حصل الصحابة نفسهم تفاجئوا وقاموا هاجوا عليه إن إيه اللي أنت بتقوله ده وإزاي تتكلم في مضوع ده أصلا وجاية تقوله للنبي وجاية في المدينة المنورة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مهما دعوه وعودوا ما تخدهوش سيبوه يكمل كلام وبعدين قال له ايه قال له ادنوا مني رد فعل النبي الأول بعدما واحد يخش يقوله ديني إذن إني أذني أول رد فعل إنه يقوله ايه قرب مني ايه ده يعني بدل بدل ما تقوله ايه اللي أنت بتقوله ده أو مش يطلع برة أو بيتتكلمه بتعالي زينا ايه ولد انت اللي بتقول عليه ودي كبيرة من الكبائر يعني فيه ردود أفعال كتير تبقى عن يعني هي المفروض اللي تحصل مع هذا الشاب فالنبي يقوله احنا عارفين الحديث ده واسمعنا كتير بس تعالى نسمعه دلوقتي بالتفاصيل بتاعة المشهد دي وكأنك هناك احنا قلنا خلاص نزلنا بالطيارة هبطنا وبنشوف المشهد من بعيد يقوله ادنوا مني قرب مني يقربوا منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبمنتهى الحنانة يبدأ يتكلم معاه بالمنطق والعقل والولد أصلا في حالة زهول وهذا الشاب أصلا أصلا كونه تجرأ انه يدخل ويقول للنبي حاجة زي كده انه حاسس بالأمان يعني انا حاسس بالأمان معاه صلى الله عليه وسلم لدرجة انه ممكن افتح معاه اي موضوع وده اللي احنا مفتقدينه دلوقتي احنا مش مش قادرين نحس بالأمان قوي مع ناس حوالينا وخاصة لو كانوا مثلا من رجال الدين أو كده ان احنا نتكلم معهم في الحاجات الصعبة دي ان احنا نسأل الأسئلة المتصورين احنا لو سألناها هيكفرونا وهيتردونا وهيدربونا وهيزو يا جماعة كل الأسئلة مباحة ومتاحة والحمد لله ان احنا في زماننا دلوقتي وفي عالمنا في مشايخ ورجال دين صالحين قادرين يستوعبوا ويسألوا وفاهمين المعنى ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس العام يعني عموما احنا بنخاف بنخاف نتكلم بنخاف نسأل فبالتالي بنمشي ورد مغناء او نروح نسأل بقى نستنين نسأل الانترنت نقض نكتب ونسأل ونسير شو نعمل وندمني قناعات على أساسات خاطئة تماما فده مش خايف انه يخش يسأل نبي كده انه حاسس بالأمان وعارف ان ردد فعل النبي اكيد مش هتبقى مؤزية لنفسيته ولا مؤزية لشخصيته ولا مؤزية لشكله ولا لجسده فالنبي يقول له ادنه مني ويقعد يتكلم معايا كده يقول له اترضاه لأختك النبي بيدي له تصور دلوقتي وتخيل يخليه يشوف يروح كده بخياله انه اللي هيعمله ده في بنات الناس ممكن يحصل في أخته فيقول له اترضاه لأختك فيقول لا يا رسول الله فالنبي يقول له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم طب اترضاه لأمك يقول لا يا رسول الله يقول وكذلك الناس لا يحبونه لأمهتهم اتحبه لخالتك اتحبه لابنتك ويفضل يكرر 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 عليه علشان الولد يبدأ يتخيل فيحس من بشاعة المشهد انه لأ 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 لا 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 مقدرش اتخيل بنتي في المشهد ده مقدرش اتخيل أمي مقدرش اتخيل أختي مقدرش اتخيل خالتي عمتي بنات خالتي مقدرش فيفضل النبي يكرر عليه المعنى ده يقول له الولد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله لا أحبه لخالتي فداك أبي وأمي يا رسول الله لا أحبه لعمتي وهو كأنه بيقول له يا ده انتحنين أوي ده نفديك بأبوي وأمي وأهلي على الجمال بتاعك ده وعلى ساعة صدرك وعلى كلامك الهداني وريحني فيفضل النبي يعدد عليه والصحابي يقول له لا يا رسول الله لا أرضى لا أرضى وقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدر الشاب ودي تيجي مرحلة تانية من القرب والمحبة التلامس انه النبي قال له قال للصحابة الأول محدش يكلمه وتاني حاجة قال له ادنه مني قرب وتالت حاجة تكلم مع ابه انتهى الهدوء والمنطق والعقل ورابع حاجة حصل شيء من التلامس حط يده على صدره ودع قال اللهم اغفر ذنبه ووهدي قلبه وحصن فرجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعيله فيخرج الولد ويقول أنا خرجت من عند النبي وما فيش حاجة بكرهها في حياتي قد الزنا والصحابة يبصوا على المشهد ويتعلموا ازاي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كلنا استيعاب الشخص اللي عنده افكار مختلفة استيعاب الشخص اللي لسه مقبل على المعاصي وانا ممكن اكون عامل فيها يعني شيخ ومتدين ورجل دين فانا ما عنديش ده فهوصله نظرة سيئة استيعاب المجتمع يا جماعة استيعاب الشباب بافكارهم اللي ممكن يكون جزء كبير جدا منها مش سليم فتعالوا نستوعب تعالوا نسمع تعالوا نتأمل حال الجيل اللي موجود دلوقتي اللي بقيت المعصية اقرب من الطاعة ليه واللي بقى الخطأ اقرب من الطريقة السليم والصح ليه واللي بقيت فتن الدنيا محاطة بيه من كل مكان فما سمعش منه حاجة واتكلم بتعالي حتى لو انا هقعد انصح ممكن اتانصح كده هكذا يعني بتعالي انه اه يعني اللي انت بتعمله ده غلط وما يصحشه الكرآن يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم افتكر وانت بتكلم اي حد في الدين ولا بتسمع اي حد من الشباب ان انت كنت كده قبل كده وربنا سبحانه تعالى من عليك وربنا سبحانه تعالى اداك الفرصة انك تبقى كويس وفي موضع الشباب يجوا اسألوك او الناس يجوا اسألوك فقول يا رب الحمد لله انسترتني وجعلتني باب وكان سيدنا الشيخ يعلمني دعاء اللهم اجعلنا لخلقك بابا ولا تجعلنا حجابة يا رب خلينا لخلقك باب باب مفتوح بالخير وبالعطايا وبالنصايح وبالحنان وبالامان اللهم اجعلنا لخلقك بابا ولا تجعلنا حجابة هنخرج من المشهد ده ونروح مشهد تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة سيدنا النبي في رحلة ففي قصة واحد اسمه خوات ابن جبير سيدنا خوات ابن جبير كانوا قبل الاسلام يعني كان شاب وسيم ولزيز وبيحب البنات والبنات بتحبه فبعد الاسلام بعد ما اسلم الحمد لله وبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمرة في رحلة من الرحلات كان في الخيمة بتاعته وخرج من الخيمة لقى مجموعة من البنات قاعدين بيتكلموا ويهذروا ويعملوا فسيدنا خوات رح قاعد معهم يعني اشتاء لأيام فراح قاعد معهم فالنبي خرج من الخيمة بتاعته وشاف سيدنا خوات قاعد مع البنات فسيدنا خوات اول ما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخض وامقايم ايه اللي معادك معهم اخوات قال له جمل بتاعي شرد وانا مش عارف يعني هو راح فين فسيدنا النبي قال له ماشي وده خلت وضله وبيحكي سيدنا خوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء وليحيته كده فيها مية لسه كده بتقطر كده ووشه كده اننور ويقول له يا خوات ما فعل شراد وجملك ايه اخبار الجمل بتاعك فيقول له رسول الله ان شاء الله هلاقي سيدنا خوات في حالة دلوقتي من الاحراج الشديد ومش عارف يعمل ايه وسيدنا مش عايز يعني يعدي الموضوع يدخل يتوضع ويخرج يقول له اه ما فعل شراد وجملك فيقول له ان شاء الله هنشوف يا رسول الله فيحكي سيدنا خوات بيقول له افتح لنا خلاص القافلة مشي ورجعينا من مدينة المنورة فسيدنا اخوات ماشي كده فانسلنا النبي يقوم راجع بالحصان بتاعه وقاف جنب اخوات وقال له اخوات ما فعل اشاراته جملك ايه موضوع الجمل فسيدنا اخوات يحط وشه في الارض مش عارف يقول ايه قالك اول ما وصلنا المدينة المنورة بقيت اتعمد ان انا ما روحش المسجد في الصفوف الاولى عشان النبي كله ما شوفني يسألني عن موضوعه وانا مكسوف مش عارف اقول له ايه في الموضوع ده انت بس نلاحظ انه النبي خرج لقى واحد من الصحابة قاعد مع مجموعة من السيدات بيتكلموا ويتسمروا كده ويعني قاعدة مش يعني مش محببة مش صح يعني فما كانش اول رد فعل انه قاله ايه اللي انت معادك هنا ايه اللي انت بتعمله ده انت مش عارف ان ده حراب يا رسول الله بس ما تتكلمش معايا ما تفتحش بقك انت ازاي صحبي وماشي معايا وطلع معايا الرحلة وتعادة زي دي ده انت من الصحابة ده هو النبي قال له بتعمل ايه قال له شراء فبقى النبي كل شوية ايه يقول له عشان هو عارف نفسية الشباب يا ايه اخبار الجمل فيقول له يا رسول الله يا ايه اخبار الجمل فسيدنا خوات حتى طول الطريق النبي عمالي يسأله وقال لك اول ما رحت المدينة بقيت اروح المسجد النبي ومتأخر عشان مايبقاش سيدنا النبي هناك ويسألني بيبص سيدنا خوات عن مسجد النبي ويلقاه فاضي الحمد لله وسيدنا النبي مش موجود ام داخل يصالي وهو أول ما بدأ في الصلاة دخل سيدنا النبي فمش عارف يعمل ايه فبيقول قطلته في الصلاة فضلت مطول مطول يمكن النبي يمشي فالنبي قال له يا خوات قطل ما شئت قطل ما شئت لن أرحل حتى تنتهي فقال خلاص بقى يعني النبي قال له طول زي ما انت عايز انا مش مشي لما تخلص فخلص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هيا يا خوات ما فعل شرط جمالك عمل ايه الجمال بتاعك فقل له يا رسول الله والله ما شرد جمالي منذ وان اسلمت انا اسف سيدنا النبي ما كلموهش حتى ما قالوش ما تعملش كده تاني خلاص الرسالة وصلت الرسالة وصلت من سيدنا النبي الخوات انه انا ما ارضلكش المنظر ده انا ما حبش انك تكون في الهيئة دي وما حبش انك تبقى خايف مني ومكسوف انك تواجهني واجه وتكلم قول كل اللي جواك ولو في حاجة مش عارف تعملها حاجة غلطة مش قادر تبعد عنها اتكلم معايا وانا اتكلم معاك انا ما عنديش اي مشاكل مع اي حد بيعمل اي نوع او شكل من الذنوب والمعاصي مدام الله سبحانه وتعالى الرحيم موجود ومدام انا بينكم وبين ظهرانيكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه اللحظة شوف المشهد وهو بيحتوي الشخص اللي بيقول له ازني في الزنا والمشهد التاني اللي هو بيقول له سيدنا خوات المشهدين دول احنا بنمر بكتير منهم دلوقتي وهو صلى الله عليه وسلم مهتم بينا زي ما مهتم بيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض اعمالكم علي كل ليلة جمعة يوم الخميس فان رأيتوا خيرا حمدتوا الله ان شفت ان انتوا ماشيين كويس حمدتوا الله وان رأيتوا شرا استغفرتوا الله لكم حتى الان لحد هذه اللحظة سيدنا خوات قال له يا رسول الله والله منذ ان اسلمت ما شرد جملي فسيدنا النبي يقول له ايه ما كانش عنده اي رد غير ان يقول له رحمك الله رحمك الله رحمك الله ثلاث مرات يدعيله بالرحمة رباه سبحانه وتعالى يرحمه ويبارك فيه ويخرج سيدنا خوات ويقول خلاص الموضوع ده خرج من بالي ومن عقلي ومن قلبي تماما حتى هذه اللحظة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه العناية والاهتمام والرعاية بينا لحد اللحظة دي احنا لما بنروح المدينة المنورة ونعدي من قدام المواجهة الشريفة ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويا رب يرزقنا بيها جميعا لما بنسلم عليه بنقول له يا رسول الله اشفع لنا عند ربنا استغفر لنا عند ربنا وده بصحيح القرآن الكريم انه صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد السلام ويستغفر لنا عند ربنا في هذه الايام اللي احنا عايشينها دلوقتي اذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة في هذه الايام صلاتنا بتعرض عليه ولما بنصلي عليه ربنا بيصلي علينا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وصلاة الله علينا رحمة معنى يعني إيه ربنا يصلي عليك يعني يرحمك وينزل رحماتك فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألف والمضاعفات مضاعفات مضاعفات والله يضاعف لمن يشاء رحمة منه بنا حتى هذه اللحظة لحد هذه اللحظة فيه في السيرة وفي الأحاديث وفي كتب النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات اللي بتقربنا منه الحاجات اللي بتخلينا ننجو من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة رحمة ومحبة له صلى الله عليه وسلم فهو قال ما كان الله أعذبهم وأنت فيهم يا محمد طول ما أنت فيهم أنا مش هعذبهم أبدا رحمة ومحبة له صلى الله عليه وسلم هنخرج شوية من المدينة المنورة تاني ونمشي حوالين مكة والمدينة كده في الطريق لمكة المكرمة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه الكرام ويجي تلت شبان بيعملوا حاجة غريبة قوي قوي يعني يقربوا من مكان النبي وأصحابه ويعودوا يتريأوا ويتمقلسوا كده على الأدان عارف كده يعني يعودوا كده يتدنوا بمياصة كده يعني ويتتريأوا على الأدان واللي يعلي صوته واللي يعمل فده حاجة يعني مش صح يعني عيب يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هاتوهم فأقولوا آه ده سمعنا وبيقول هاتوهم كمان جابوا التلاتة فالنبي بص لهم التلاتة وشاور على واحد قال له تعالى لنتا هو بيقول أنا خلق أنا رايح هو بقى هيقول لهم هيقول للصحابة قتلوه موتوه احبسوه فالتريأت على أدان ربنا بتاعهم هم بتاع النبي فالنبي قال له سمعني كده قلت ايه انت صوتك حلو ايه رسول الله سيدنا أبو محذورة بيقول كده هو الشخص ده اسمه سيدنا أبو محذورة فبيقول النبي قال لي سمعني فسمعته فسيدنا النبي قال له صوتك حلو وقال للصحابة علموه الأدان كويس وخلوه هو يبقى مؤذن الحرم المكي ايه ده ايه الاحتواء السريع ده وايه التعامل الراقي ده ده كان ولد دلوقتي يعني احنا في تعداد ده نقدر نقول احنا مش قصدي عليه يعني صحابي جليل مالي التاريق ويتمال حاجات كويسة تاخدوا وتقربوا وتسمعوا وتقول لهم علموه وعينوه مؤذن مكة فيقول سيدنا أبو محذورة ان نفضل مؤذن الحرم وتتوارس الأجيال من بعده الأذان في الحرم الشريف في مكة المكرمة كرامة ومحبة من سيدنا النبي ليه وهو اصلا يعني عمل فعل غريب مش مفهوم فتيجي مع القصص التلاتة دي وغيرها كتير طول ما انت ماشي في مسيرة الحياة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع الشباب وعشان عارف ان الشباب عندهم طاقة هذا الشاب النبي ازاي احتواه واستوعبه ويوصلين رسالة ان احنا يا جماعة نموا المواهب دي شخص عنده مواهبة نموها ووقفوا جنبه حتى المواهبة دي لها من بره كده مش حلو خدوها وهذبوها وزبطوها وجميعها وطلعوها واطلقوها ازاي صلى الله عليه وسلم مواقف مع الشباب اللي عارف انه عندهم طاقة وعندهم جموح وعايزين يخرجوا عن المألوف وعايزين يعملوا حاجات مختلفة تعالى شوف انت عايز تعمل ايه وانا هاود اتكلم معاك واسمعك واحتويك وكل شيء متاح ومباح مدام لا يغضب الله تبارك وتعالى وشيء في المرضى كتير بقى من المواقف زي دي في حياة النبي كتير من المشاهد دي في المدينة منورة كتير من المشاهد دي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قدر تحمل المسؤولية الكبيرة على قدر انه هو نبي الامة ونبي اخر الزمان على قدر الهموم والاثقال اللي كانت انت لو مدير شركة دلوقتي هتبقى مش عارف تعمل ايه عن موظفين ومع اللي بيحصلوا معنا فده مدير ايه الامة امة كاملة على قدر هذه الهموم اللي انه كان في حالة من التباسط والبساطة والمحبة والرحمة الحقيقية لكل من حوله في جميع الاعمار والاشكال ممكن نحكي قصص دلوقتي كتير عن تعاملوا مع الاطفال الصغيرين وكان صلى الله عليه وسلم كان يقولوا انه اذا جلس في مجلس اللي يخرجوا منه كل واحد يحس انه هو الوحيد اللي كان النبي بيبص له دي من صفاته صلى الله عليه وسلم انك لو قعدت معاه في مجلس تخرج تقول يا ده ما كانش بيبص لحد غيري كل واحد يقول كده من اهتمامه بالجميع ومن توزيع النظرات على الجميع فهكذا في شكل السيرة من برا تحس لو اتكلمت عن النبي مع الاطفال انه ما كانش بيهتم غير بالاطفال ولو اتكلمت مع المراهقين ما كانش بيهتم مع المراهقين ولو اتكلمت مع الشباب ما كانش غير بالشباب ولو تكلمت عن الحروب ما كانش بيهتم غير بالحروب ولو تكلمت عن نشر السنة ما كانش بيهتم من كتر مكان بيعطي بكليته كله في كل موضع وفي كل مكان ومع كل الأشخاص قد إيه كان فعلا رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة نطلع الطيارة دلوقتي علشان عندنا كلام لسه تاني في الجو سمارك جاي ان شاء الله السلام